ما ينفعش يكون في اوفر قوي جدا انت بتسوى له سواء تسويق بالعمولة او غيره والجمهور جعان جدا اللي محتاج الوفر ده بس الجمهور ما يعرفش انت الوفر بتاعك فين لازم تفكر ازاي تجيب الجمهور ده للعرض بتاعك من خلال وسائل الترافيك او وسائل الزيارات المتعددة وفي الفيديو ده هنتكلم عن اول وسيلة منهم في سلسلة التسويق بالعمولة الا وهي جوجل سيرش او التسويق من خلال جوجل ادز فلو انت او مرة هنا تنساش تقصر زر اللايك واعمل سبسكرايب وتوسع الجرس عشان ما يفوتكش كل الجديد اول ما ينزل وفي اخر الفيديو ها يكون فيه جيفا واي للناس اللي بتسيب كومنتات على سلسلة التسويق بالعمولة بتاعتنا فخليك مكمل فيديو للاخر يمكن تكون كسبان معنا احد اقوى المميزات في ان انت تستعمل جوجل علشان تعمل تسويق هي ان الناس اللي بتستعمل جوجل ده ناس عندها اصلا انية مفيش حد بيدخل على جوجل ويدور على حاجة من غير ان يكون عنده نية للشراء او عنده الابيرنس والقدر الكافي من المعارفة بالحاجة اللي هو عايزها هو عارف هو عايز ايه فلو انت ظهرت قدامه بالنسبة كبيرة هيشتري منك او هيشتري من خلال اللينك بتاعك اللي انت بتسويق فيه او لينك التسويق بالعمولة الخاص بيك وبالتالي الدور علينا هنا فان احنا نعرف الناس بتدور على ايه وايه هي افضل الكلمات اللي الناس بتدور بيها ونحط نفسنا قدام الكلمات دي او نستخدم الكلمات دي بحيث ان احنا نحط نفسنا قصود الناس عشان تعمل الموضوع ده طبعا هتعملك حساب مجاني بالكامل على جوجل ادز وبعد كده هتدخل على الكامبينز اللي عندك وهتطلع فوق للتولز وهتروح هنا على كي ورد بلانر كي ورد بلانر دي عبارة عن اداة خاصة بجوجل بتقولك كل الكلمة او كل الكي ورد كل كلمة مفتاحية الناس بتدور بيها بيجي عليها كام سيرش في الشهر مش كده وبس انت تقدر كمان ان انت تعمل discover new keywords بحيث ان هو يقولك افكار لكي ورد تقدر ان انت تستغلها او تستخدمها فلو دوسنا مثلا على discover new keywords ممكن تحط مثلا start with website وتحط link website مثلا من بتاع المنافسين بحيث يقولك ايه هي الكي ورد او ايه هي الكلمات المفتاحية المنافس بتاعك بيستخدمها او ممكن تحط انت keywords معينة في دماغك انت عايز تستعملها فلو احنا كملنا على المثال اللي احنا كنا بنعمله في الحلقات السلسلة اللي فاتت اللي هو ان احنا دلوقتي بنعمل تسوط من العمولة مثلا لشركة صفر او لمسلا booking.com او اللي هو موقع بتحجز منه hotelات فهنقوم مثلا كاتبين هنا booking coupon ممكن مثلا برضو ان نجرب كلمة hotels coupons traveling coupons وهتلاقي تحت عندك في الدولة فدي بقى هتبقى متوقفة على حسب انهي دولة اللي انت عايز تستهدفها ممكن تكون انت واحد مثلا بتشتغل بالعربي فهتقوم مثلا هتخليها مصر زي ما هي وهتكتب هنا كوبونات خصم موقع booking مثلا بجرب وهندوس على get results وخلينا ندوس على average monthly searches عشان يعمل لنا filter او يقولك الناس بتدور على الكلمة اللي انت دخلتها دي قد ايه في الشهر فهنلاقي ان booking coupon مش موجودة كتير عندنا ولا كود خاص من booking 2021 هتلاقي الارقام قليلة او في مصر طب ممكن تقوم عامل مثلا ايه ممكن تقوم ضايف كل الدول العربية لو انت عايز ممكن نقوم ضايفين مثلا السعودية ممكن نقوم ضايفين الاماراتس شفتوا الاماراتس دي عربي وانجليزي مع بعض ممكن نقوم ضايفين الكويت قطر والدوس save لما نيجي نبص هتلاقي العدد زاد شوية بقى في عندنا 320 search بس لسه رقم قليل اوي فخلاص يبساعتها دي حاجة انت مش هتركز فيها لان كده كده العدد قليل فيها ممكن تقوم مجرب مثلا كوبونات خصم موقع امازون وتخليك في نفس الدول اللي احنا كنا فيها من شوية برضو مفيش حاجة طب لو كتبنا كوبون خصم نون المكن ابتدأت تطلع قماشا افتدنا نلاقي ان الكود خصم نون عليه searches 1650000 يدوروا على كوبون خصم او كود خصم خلوا بالكم ان فيه كود خصم احنا برضو ممكن نستعمل كلمة كود خصم يعني ممكن نجرب فوق كود خصم مثلا امازون او كود خصم ونشوف وندوس انتر هنلاقي كل دي حاجات تانية برضو طلعالنا ممكن ان احنا نستعملها كود خصم مثلا علي اكس بريس جوميا او لو احنا بقى لسه في نفس المثال اللي احنا كنا شغالين فيه فايبقى booking.com كوبون booking.com discount وهندوس على get results وهنغير فوق ايجبت دي هنخليها بقى ايه United States مثلا وهحط United Kingdom وهحط استراليا وهحط كندا ونيوزلاندا اللي هما top tier او اللي هي tier 1 countries او اللي هي الدول العظمة اللي فيها اكبر قوة شرائية وندوس save فهنلاقي مثلا حاجة زي booking.com promotion هنلاقي booking.com coupon عليه 14800 search والمنافسة فيه متوسطة فتقدر ان انت تستخدم الكلمات اللي انت عايزها تدوس عليها كده ممكن مثلا برضو ناخد booking.com discount ممكن ناخد booking.com promotion وهختار من هنا الفريز match مش broad match لان انا عايز نفس الجملة دي لما تتكتب برود ماتش انت لو حطتها ممكن يكون واحد بيكتب booking مثلا عشان يكون هو بيحجز في حاجة معينة how to book مثلا كذا مش اللي هو booking.com فبتخليها phrase match عشان ياخد نفس الجملة بالزبط هنعمل بعد كده add keywords to create plan وهندوس بعد كده على forecast فزي ما انتو شايفين هنا هو هيجيبلي 10 clickات عشان طبعا انا مختار مصر هنا فمفيش سيرش كبير في مصر وطبعا هيكلفني 49 يورو والcost per click عندي او متوسط الكلكة الوحدة هتبقى 74.4 طب لو جينا نختار دولة تانية وليكن مثلا امريكا وانجلترا فبيقول لك هنا ان انت لو صرفت في اليوم اثنين ونص يورو يبقى انت لما هتصرف 75 يورو هيجيلك 443 click وهيكون تقريبا متوسط الكلكة الوحدة 17 من 100 يورو ممكن انت واحد عايز نتائج اسرعة فتقوم نخلي دي مثلا عشرة وتبتدي ساعتها تشوف النتائج بتاعتك كام بس انا شخصيا بحب دايما لما ببص على الكيرف اللي انتو شايفينه ده انت هتلاقي ان الكيرف ده كل ما بيزيد معاك النتائج بتبقى شبه مستقرة بيحصل عندنا في الهندسة حاجة اسمها saturation او تشبع فاحنا هنختار نقطة تكون اول ما الكيرف يبتدي اتشبع حاجة زي كده مثلا فيبقى انت لما هتدفع في اليوم تلاتة تسعة وسبعين من مية يبقى انت لما هتدفع توتل او عموما مية وعشرة هيجيلك خمسمية وتلاتة كلك خلينا بقى نعمل create campaign من هنا هنسمي مثلا ال campaign بتاعتنا دي booking coupons والdaily budget هي اللي احنا حددناها في ال forecast بتاعنا او التنبؤ بتاعنا وندوس على save هندوس على view campaign من هنا ونعمل create ads عشان نعمل بقى الاعلان بتاعنا ويطلب بقى منك هنا ان انت تدخل كذا headline وكذا description ويتدخل طبعا ال url او اللي هو اللينك اللي الناس هتروح عليه هناخد دلوقتي لينك ال website بتاعنا اللي احنا عملنا قبل كده وهنحطه هنا وهنيجي في display path اللي الناس بتشوفه هنكتب مثلا هنا booking وهنيجي في past two هنخليه coupons اللي هي الكلمة اللي الناس بتدور بها والكلمة اللي انت حطتها في ال keywords اللي عندك بحيث لما الناس تيجي تدور هتلاقي اه ده في top disc coupons وهتلاقي booking وهتلاقي coupons اه ده الحاجة دي هي فعلا اللي انا بدور عليها عشان نجيب افكار بقى للheadlines ممكن اشوف المنافسين بيعملوا ايه فكتبت انا هنا في google booking.com coupons ويه هبتدي اتفرج وممكن برضو لو انتو رحتوا على retail me not ويه هنبتدي ناخد برضو افكار من هنا ممكن اقول مثلا 57% off your booking فقوم جاي هنا 70% off your booking فهنلاقيها طلعت هنا عندنا اقوم مثلا واخد من هنا valid coupon for may 2022 وهي هقوم واخد برضو الكلمة بتاعتي اللي هي اللي الناس بتدور بيها اللي هي booking.com promo code 2022 وممكن بقى تقوم بتعمل نفس الموضوع ده عشان تحط headlines اكتر بنفس الطريقة اللي انا وردها لكم اللي هو مثلا هتقوم انت جاي هنا 7% cash back وكده كده الحاجات دي هتبعت الناس على الويبسائب بتاعك وهيلاقوا الكوبونات دي كلها زي ما احنا اتكلمنا قبل كده description عندك 90 حرف هنا تقدر تكتبه ممكن برضو تشوف اي حاجة من الحاجات دي ما بقولكش انسخة لكن شوف تبتدي تغير فيها ازاي بعد كده ممكن نقسم دي مثلا هنا على اثنين نخلي دي exclusive discounts don't miss out on this opportunity نخليها بس كده كده كفاية ونحط booking.com تحت بركب الكلام على بعض طبعا هو بيقولك فوق هنا هتلاقي بيقولك زود headlines اكتر ممكن تدوس على view ideas لو انت محتار مش عارف تكتب ايه ممكن مثلا نضيف book now ممكن نضيف best prices exclusive deals او عروض حصرية وهكذا هتشوف بقى ايه الحاجة اللي تنفع مع البزنس اللي انت بتسواله فهتلاقي طبعا كل ما انت بتكمل هتلاقي ان قوة الاعلان بيقولك ان الاد strength بتاعك good او ان الاعلان بقى قوي بتخلص وبتعمل save ad من هنا كده انت الاعلان بتاعك بقى جاهز وpending review يعني الاعلان ده قيد المراجعة دلوقتي من قبل جوجل كده يبقى انت هتبتدي تجيب ال traffic بتاعتك من جوجل على الموقع بتاعك وتشوف بقى انت دلوقتي لما هتدفع مثلا 100 يورو هل جالك مبيعات قدامهم بكم في قد ايه ناس اشترت منك من link ال affiliate بتاعك يعني هو دلوقتي اعيل لك هو ان انت هتدفع 110 طب انت دفعت 110 وانت بتسوأ مثلا لوفر كل محده هيشتري منه وانت مثلا هتاخد لك 50 يورو لان انت بتسوأ هنا مثلا لفندق والفندق طبيعي بيقى الحجوزات فيه بارقام ف50 يورو ده حاجة عادية جدا فدلوقتي انت بيجيلك 557 كليكاية على ال link هنفترض ان فيه 80% منهم بينزلوا على الموقع بتاعك يبقى كده فيه 400 واحد راحوا على الموقع لو افترضنا ان من كل 100 واحد راحوا على الموقع واحد اشترى يعني انت عندك دلوقتي 400 راحوا على الموقع يعني اربعة هيشتروا في 50 يبقى اربعة في خمسين بمتاني يبقى انت دفعت 110 وجالك متين دي الطريقة اللي انت بتتبقى تحسب بها ارقامك وانا هنا بحسب على الورست كيس على اسوأ افترضية خالص ان واحد في المئة conversion rate او واحد في المئة نسبة التحويل وبس كذا شعب ده كان نهاية الفيديو اللي معنا النهاردة خليني بقى زي ما وعدتوكو اعمل الجيفاوي على حد من المشاركين اللي شاركوا معنا في الفيديو اللي فات يكسب معنا 10 دولار جاهزين؟ يالله نشوف مين كسبان ألف ومبروك سام كسبتي معنا 10 دولار ابعتلنا على support.exco.net ونحولك الى 10 دولار على paypal او فيدافون كاش او اي ان كان المكان اللي تتحبين ولو انت عايز تكون زي سام لا تنساش تعمل اشتراك في القناة وتكتبني تحت في الكومنتات اي اكتر حاجة استفدتها لغاية دلوقتي ولو اعجبكو الفيديو فتنسوش اللايك وسبسكرايب واشوفكو على خير في فيديو جديد اشتركوا في القناة